موسيقى صديقي مشاهد الاقتصاد والناس طبعا أولا أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من البرنامج ثانيا يعني الحياة موضوع حلقتنا النهاردة حول عصب أي اقتصاد دولة في العالم ألا وهو المواصلة والحقيقة يعني منذ تولي السيد الرئيس وحتى الآن هناك نهضة كبيرة جدا في مصر في قطاع المواصلات النهاردة منتكلم على القطار الكهربائي الجديد اللي ممكن يمتد طوله إلى 2000 كيلو متر ايه المزايا اللي هيضيفه إلى الاقتصاد المصري ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة صديقي المشاهد هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا ونرجع نبدأ اللقاء تنفذ مصر أطول سكة حديد تعمل بالكهرباء في الشرق الأوسط وإفريقيا ويصل طولها إلى 2000 كيلو متر مقسمة إلى ثلاثة خطوط رئيسية الأول يعتبر خطا مماثلا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعالمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كيلو متر والخط الثاني طوله حوالي 1100 كيلو متر يمتد من القاهرة لأبو سمبل مرورا بمدينتي الأقصر وأسوان ويبلغ طول الخط الثالث 225 كيلو متر امتدادا من مدينة قنة وصولا إلى سفاجة ومرورا بالغردقة من الجدير بالذكر أن هذه الشبكة تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها إلى 230 كيلو متر بالساعة وتخدم نحو 90% من المواطنين وتنقل ملايين الركاب يوميا كما تنقل كذلك ملايين الأطنان من البضائع سنويا كما ستربط الشبكة العاصمة بالملاكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من قطارات سريعة وأخرى إقليمية وثالثة للبضائع موزعة على ثلاث خطوط رئيسية بإجمال أطوال حوالي 2000 كيلو متر بها 60 محطة منها 22 محطة للقطارات السريعة و38 محطة للقطارات الإقليمية تمام رجعنا لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين شوفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة والحقيقة يعني كعدته إن شاء الله تبع حلقة مفيدة للغاية منورنا النهاردة ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا طبعا أستاذ الدكتور عماد الساعي استشاري التخطيط الاستراتيجي واللوجستيات والمحاضر بالأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري أهلا بحيك يا دكتور عماد أهلا بيك محمد وربنا يخليك فان معلش حيك صلحتني في البداية ما اسمهاش مواصلات اسمها نقل شكرا على التصليح إيه الفان مواصلات هي خدمة نقل الركاب التوصيل الركاب فقط الركاب فقط لكن بالنسبة للنقل هو كل وسائل النقل وزي ما قلنا قبل كده هي كل وسائل النقل المستخدمة تحديدا في نقل البضائع وده الاتجاه اللي احنا عايزين نروح له هو احنا فيما يتعلق بنقل البضائع قبل ما نتكلم عن الركاب على ما اعتقد حسب ما كان كلامنا قبل كده في الماضي ان احنا بنعتمد بشكل اساسي على النقل البري من خلال عربيات نقل وكده هل هو ده السيستم اللي متبع في معظم دول العالم طبعا تعرف انا بتحق لي اقول اما عايز عشان كل مرة حنبتدي الحلقة عشان يبقى عندنا نقطة ونكلم في الحلقة ونكلم في النقطة تانية حنوصل لنقطة تلك كتار الكهربائي بس مدام قلنا النقل تمام النقل هو عصب اقتصاد اي دولة تمام موقعنا الاستراتيجي الجغرافي الرائع اللي احنا بلد مطلة على بحرين عندها القدرة على ان عندنا ممر ملاحي بيمر بيه سفن كتير جدا السفن دي بقت بتفكر دلوقتي فكرة مختلف انا ليه اقطع كل المسافات دي وانا عندي دولة ممكن تبقى دولة ترانزيت احط فيها بضعتي وارجع تاني اكمل رحلتي وسفن صغرى تيجي تنقل البضايع من وإلى الاماكن القريبة وده استثمار جميل ده كان بداية الفكر الفكر التاني طب انا ليه ما جيبش بضعتي مفككة ويتم تجمعها في مناطق وسيطة زي عندنا ثم تبتدي النقل وانا قلت قبل كده مع حضرتك مثال اني ممكن اجيب تلتمية كونتينر تلتمية حاوية التلتمية حاوية دول يحووا اكتر من اتناشر الف سيارة يجمعوا هنا بدل سفينة واحدة مش هتشيل اكتر من تلاتة تلاف ومسومية سيارة ده ما يطلق عليها النقل والنقل مقسم الى ده نقل لوجستي بقى ده مش نقل عادي بقى نقل لوجستي نقل الافراد ده بنسميهم مواصلات لكن لكن قطاع النقل قطاع ثري يمكن اكتر حاجة ظلما فيه في مصر هي السكة الحديد خليه عشان نحاول نرجع عشان نرجع تاني الموضوع تمام هي السكة الحديد خليني اوضح لحضرتك وللمشاهد الكريم لان معلومة السكة الحديد معلومة قليلة شوية عند بعض الناس متخيل ان السكة الحديد هو الاطرق بالكام ومقايل لكن الحقيقة ان السكة الحديد قطاع متقسم الى حاجتين رولنج السكة اللي هو وحدات متحركة وإنفراستركشل بنية تحتية لو الاتنين دول موجودين يبقى معلق كده ان يبقى عندك سكة حديد يعني الاطرق واللي بيمشى على الاطرق بالبلد دي كده تمام خلينا اقول برضو انت عارف بنتكلم بنقول حاجة انجليش لكن اوضحها عربي الناس لما لخصوا البنية التحتية قالوا ايه قالوا بير وفريل ليد ونسليبر تايتد وزتاي ودلاتة في كومينيكيشن بلوساط زوج من السكة الحديد نايم على سليبر اللي هي الفلنجان مربوط بمصامير بتسمى تاي بيخدموا مجموعة شبكة الخدمات دي البنية التحتية اللي لو موجودة في اي دولة اذا الدولة لديها سكة حديد اللي فاضل هو الروليج السك الوحدات المتحركة الوحدات المتحركة بتتقسم لتنين واحد اسمها هورس باور او الجرارات وكلمة هورس باور برضو البعض الناس عشان تبقى كلمة اختصار والحصان الميجانيكي اللي هو قدرة واحد حصان على نقل واحد طن المسافة تحد مات الحزبة دي بتقول قوة الجر عندنا قد ايه كل ما زادت في الدولة قدرة الجر كل ما زادت امكانية الدولة على نقل البضايع لان قدرة جر الركاب قدرة مش محتاجة البضايع هي اللي فيها وزن البضايع هي اللي فيها الوزن طيب دخول شركة المانية بحجم الرقم الكبير ده لي ايه احنا في برنامج اقتصاد احنا نكلم على القهربة بقى اللي والتحول اه التحول هل احنا كل حقيقة كنتم بتشرحه والسكة الحديدة المصرية اللي هي اول خط سكة حديدة في الشرق الاوسط وافريقيا كل ده كان شغال ديزل ديزل الحاجات دي كانت كهربا ده اللي كنا بنسميه خطوط مكهربا وكان اشهر خطين عندنا هما قاهرة اسكندريا وقاهرة اصر بزرطة دور عليهم الضغط برضو ده معظمهم ناقل 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 لكن حجم الصادر من مصر في الفترة اللي فاتت خلى مصر تحطت على خريطة الاقتصاد في عالم النقل يعني ايه يعني ايه خريطة الاقتصاد في عالم النقل يعني مستثمر النقل بقى بيجي مصر كان الاول مستثمر البضاعة او التصنيع او الزراعة ده اللي كان بيجينا لكن النهاردة بقى في شركات نقل عايزة تستثمر في مصر حدثنا عن القطار الكهربائي يجرنا لمحور برنامج حضرتك هو الاقتصاد ليه شركة بحجم اقتصاد يؤثر بهذا الشكل تيجي تخش مصر بحوالي تمانية وسبعة من العشر مليور رقم ليه ليه هيكسبوا ايه ماهو لازم يكسبوا لازم يكسبوا تعالى نتكلم ليجوم وبعدين نشوف هيكسبوا ايه ليجوم نتيجة مؤشرات اقتصادية جيدة بتقول ان الدولة دي في حالة من التطور هتصبح في وقت من الاوقات محور للتصدير او النقل عوامل اقتصادية وكلها قدت الى ان الشركة دي قررت انها تستثمر في مصر البيزنس جيم وين وين طمع هي الشركة دي دخلت مصر يعني حسب دراساتهم قالك اوكي الوضع يسمح ان انا استثمر هذا الكم من الفلوس في البلد دي البلد دي ينفع نستثمر فيها كويس طب السؤال الاهم هو الدولة دي نستثمر فيها لي دي الوقتي وده كان المهم خلينا نتكلم من الاقتصاد وين وين اثر الازمة الروسية ادى الى خسائر في هذه الشركة برقم تعدى الفور بوينت سيفن او 74 من 10 مليون شغالة في روسيا بقى لها 150 سنة وبيقولوا انها 170 سنة حجم اعمالة في روسيا برقم كبير جدا كل دي خسائر على الاقل في الفترة اللي فاتت كانت 400 مليون يبقى لازم يكون في ملعب بديل تعالى نتكلم اقتصاد برضو السهم ينزل 35 من 10 رقم كبير كبير مجرد ما الصفقة عملت البيان اللي قاله رئيس الوزراء والبيان اللي قاله رئيس مجلس ادارة المجموعة الشركات دي ومجرد ما قال البيان يوم 30 السهم نط 35 من 10 كان ايه البيان كان ايه الهدف 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 هو واحد خدمة اقتصاد دولة او اقتصاد شركة بحجم دولة وانا بقولك كلمة دي كمهولة ليه انت بتتكلم النهارده الشركة دي جزء واحد منها هو اللي بيشتغل معنا اللي هو موبايليتي بزرط لكن هي فيها الكتريك فيها 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 حاجات كتير جدا كون انها تيجي وتحط رجلها هنا وبعدين تقول انا حساسمر معاك مش حبيعلك هنا فيه فرق كبير جدا مش حبيعلك قبل انها تقعد تدور معاك فنيا لمدة 15 سنة اذا الناس عايزة توطن الصناعة دي في الشرق وجودهم عندنا حجم كبير من القدرة طب التحول كان ايه كانت الجملة ظريفة جدا اللي قالها الرئيس الوزراء قالك ان مدير الشركة لما راح مؤتمر دافوس في وقت ملعوية ركب القطر فشاف كتل من السحاب الكسيف اللي لونها ما بين الأزرق والأخضر والأسود ان شاء الله مصر مش حيبق فيها السحابة الكسيف احنا بنتكلم على منظور بيئي مختلف منظور هو قالك بنحسن الكلايمت أو بنحسن الجو حجم نقل البضايع المنتظر كبير جدا عشان كده أغلب الخطوط خطوط عرضية يعني فيه خطوط عرضية حتنقل من وإلى الموينة عشان نحقق ما يطلق عليه المالتي موديل سابقا سرعة النقل انت بنتكلم في سرعات 200 وكسور 200 200 عشان عندنا 3 أنواع من الخطوط فيهم سرعات مختلفة بس انت بتتكلم ان احنا نربط القاهرة أبو سنبل في عدد لا انت الناس دي مش صغيرة الناس دي عارفة ان ده هيبقى محور طيب عشان نقدر نقول نقل نقل يعني إيه نقل يعني نقل سكة حديد نقل سكة حديد مش من السهل تحميله وتفريغ الأطرات لازم يتنشئ لها ما يطلح عليه الهب الهب كل ان الهب تربط لازم بتتربط بهب تانية اللي هي هب من هنا حتاخد الكونتينير اللي جاي من المينة من هنا فهم ابتدوا يركزوا على مينة سفاجة على طريق البر سفاجة هنا ثم إلى القطرات يبقى معنا كده كل الصادر اللي طالع لمنطقة الخليج أو اللي نازل جنوبا من البحر الأحمر هيبقى ده مصاره التاني ان الناس دي عندها استثمارات عارفة كويس قوي هتستثمارها في ايه بدليل ان في شركة تانية غير الشركة اللي هتشتغل في مجال الانشاء احنا عندنا شركة هتنشئ هم مجموعة شركات مظبوطة عشان الناس كلها فهم ان هي الشركة الامة اللي هتسمها مشهورة معاها الشركات اخرى التحالف في الانشاء في الانشاء في البنية التحتية كان تحالف الماني مصري بوسط شركتين مصريين واحدة منهم من شركة لها تاريخ والتانية شركة لها نجاحات فده المجموعة اللي هتعمل انشاءات اللي هتعمل انشاءات طب تعالي نتكلم هل الناس دول لما جنب الحجم ضمن القاطرات والجرارات وقدرة الجر والعربيات اللي هتنقل البضايع هل حيجوا عشان يستنوا نفس حجم البضايع اللي بيتنقل دلوقتي لا يمكن فابتدوا يجيبوا معاهم مشغل بنفس الفكر اللي قلت أنا وحضرتك في حلقة سابقة فكرة البي او او تي تمام فابتدوا يخشوا هم يستثمروا برقم كبير الناس دي عارفة بتحط فلوسها فيه فابتدوا يجيبوا مشغل المشغل اللي جاي ده لا يمكن حييجي عشان يشغل حييجي ومعازها بينه حييجي ومعازها بينه وحيبتدي حركة زي ايجنت يعني كده بيجيب بيزنس بروكر ووبريتور في نفس بقى عنده شركة اللي هي الشركة التانية دي شهيرة جدا في مجال نقل البضايع وفي نفس الوقت عندها كل الناس فبالتالي كل الكاستمرز اللي جايين معاها حيبوا جايين عشان يستثمروا طب السؤال حنستفيد ايه هل العين على افريقيا في هذه الحالة ده احنا مية في المية راحين افريقيا مية في المية مصر هي هتبقى الهب بتاع الهب بتاع كل الجنوب كل اللي نازل الجنوب حيبقى من عندنا وصولا لأبو سيمبل هما قصدين كويس قوي انهم يحطوا خدمة نقل سياحية قدر على النقل من من اسكندرية ومن شرم الشيخ والمناطق دي انها توصل لحد اسوان انت عندك تور جولة سياحية كاملة لسائح حيركم القطار من وإلى أي نقطة جزب السياحين بأسعار كويس ولأ وكمان اكيد الوقت مختلف تماما الوقت نازل لخمسين في المية طيب يعني طيب ناخد كام ساعة في القطار عشان نوصل اسوان اه ده رقم طب الرقم الثاني والاهم هو الخدمة بقى هم مصهورين جدا بعربياتهم اللي فيها خدمات بتبقى فانسي أو حتى الدرجات المميزة وانخفضت السعر خدمتها كويسة جدا اصبحت خدمة النقل استفادت كتير المعنى كده ان حركة البضايع من الى راحة بشكل كويس طب احنا بنفكر على التوازي بنعمل ايه لو تلاحظ كاقتصاد زراعي وبقى حاول تعملها في حلقة تانية احنا بنمتد في الاقتصاد الزراعي بما فيها الفكر الجديد بتاع النهر الصناعي الجديد النهر الصناعي الجديد هيخلق مناطق زراعية قدر على انها تقدر تطلع منتجات زراعية قبل للتصدير المنتجات الزراعية قبل للتصدير محتاجة نقل اي شيء محتاج تصدير محتاجنا احنا وصلنا الى الاكتفاء الزاتي في حوالي 6 حاصلات لحد دلوقتي فاحنا يعني وبقى عندنا فقد احنا في يوم الام كنا ادعو لها رقم واحد في الترتيب السنى قبل الفتاة فصدر البصل صدر البرتقان ودلوقتي داخلين في الرمان والطمور الطمور يعني سيوة يعني المناطق الجاسب الجنوبي لان ما فيش طمور بتزرع في واجه بحر في واجه قبل كل ده كل ده معامل الجاسب بيقدي الى طب هل في خنمات نقل في نفس الشبكة هتبقى على الجانب الاخر من الجنوب برضو ناحية بقى الوادي الجديد ولا كله ناحية موانئ البحر الاخر انت عندك القطر جاي جاي بالعرض كمان جاي بالسفاجة وفي قطر تاني جاي جاي بالسكندرية فبالتالي هتبقى المناطق دي بالكامل مناطق غصرات ومغطاة طيب تعالين بص بقى منظور اخر هو منظور اللي احنا بنسميه التوزيع العدل للسكان احنا النهاردة وزي ما قلت الحقيق قبل كده اي منطقتين حصل فيهم تقاطع ما بين طريقين او ما بين وصلتين نقل انت جاهز لانشاء مجتمع عمران جديد مدينة جديد واحد هياخد واحد هياخد واحد طيب انت دلوقتي بقت عندك مشكلة انت النهاردة بتقول انا من سكان القاهرة لكن ما فكرتش ان اكتبها من سكان السخنة لو فكرت ان اكتبها من سكان السخنة واكتشفت ان المشوار كله 30 دقيقة مش فرقة عن مصر جديدة كتير انا بالنسبة لمصر جديدة زايد هم يعني اه طيب شايل هم وباخد ساعتين ساعتين ونص لكن لما اجي من السخنة للقاهرة انت النهاردة على الطريق النهاردة على الطريق الجديد اللي هو بلا اي خدمات فضيعة واحدة وتسعين دقيقة بتبقى في المعادي صحيح انتقال بقى الكثفات السكانية ومحور الاعمال لسبب انتقالك للمناطق دي انت بقى في عندك منطقة وسطة اللي هي العاصمة الدراج جديدة تمام فبقت وده لينك ما بين ده وده وده خريطة مصر شكلها على الاقل هل هتتغير خلال عصر سر 2025 25 2025 خريطة مصر يعني كمان قريب اه اه احنا 23 عندنا افتتاحات 25 انا بقول لحضرتك 25 ستختلف خريطة مصر السكانية طب سؤال فاني هل العامل الزيادة السكانية محطوط في الاعتبار في الخطة دي وهل لو حصل انتشار فعلا ومدن جديدة هيبقى عندنا نفس ازمة التعداد السكاني والكونجستن زي ما نسمعها الاختناقات اللي موجودة حاليا لا خلينا نكال نفس المبينة الاختناقات والتعداد السكان والتعداد السكان والتعداد السكان الى الان مشكلة الحلول فيها صعبة شوية يعني اه ممكن يحصل تردي واحد من عشر اتنين من عشر تلاتة من عشر مع تنامي الوعي والكلام ده كله ولكن في مقابل تعداد سكان في منطقة ما بكسفات سكانية اعتقد ان الكسفات السكانية هتقل يعني نسبة الكسفة السكانية اللي بقعت الارض او زي ما بنقول الكيلومتر المربع هتقل ده انه هنا بتدينا نتواشر افقيا وده زي ما حيك بتقول ده واقع هيحصل خلال 3-4 سنوات بالتأكيد تعالى نتكلم بقى على المرضود الاقتصادي التاني هو ترشيد الانفاق في مجال الوقود انت النهاردة بتتكلم في كهرباء واحنا دولة بقين عندنا قدرة على انتك كهرباء وتصديرها فبالتالي حضرتك لما يبقى عندك القطارات كلها بتشتغل بالكهرباء انت حتقدي الى واحد ترشيد في استخدام الوقود اللي احنا في جزء منه كنا بنستورده التاني والاهم هو ترشيد في النظام البيئي زي ما بنقول او تحسين الهواء النظيف والتالتة والاهم من ده ده هي السرعة في النقل السرعة في النقل ومعامل جاز بالنقل الركاب بشكل اكبر هل تعتقد انه هيجذب قطاع اخر من الركاب لو بنكلم على قطاع الركاب مش نقل البضائع هل القطار الكهربائي الجديد هيجذب قطاع اخر من المواطنين اللي كان يفضل استخدام سياراته الخاصة ده بالتأكيد ده بالتأكيد لسبب واحد انت بتتكلم في وقت بتتكلم في هب بتتكلم في خدمات متكاملة بتتكلم في نقاط ربط يعني ايه نقاط ربط يعني حضرتك كنت النهاردة بتضطر تركب حاجة عشان تروح محطة القطار اللي في وسط البلد انت النهاردة عندك هايشبي ترين عندك مون ريل عندك مترو عندك مترو انفاء باشكاله عندك محطات تانية مختلفة عندك مواصلات بقى مش نقل فانت ممكن تروح تحط نفسك في اي نقطة من الى حتلاقي وسيلة نقل يعني طب هل كل الوسائل الحاجة ذكرتها دلوقتي بي مرتبطة ببعضها البعض هو ده اللي كنا بنتكلم فيه في حلقة مع حضرتك في ال-ITS او ال-Intelligent Transformation System اعتقد ان هم حيشتغلوا كده يعني ممكن تبقى تذكرة واحدة تقدر تركبها اكتر من الوسيلة نقل ويمكن الموضوع اللي كنت حكيت لك عليها قبل كده فوقيت انه ابتدأ يتعمل اللي هو فكرة انك تنزل محطة القطر او محطة المترو وتكتشف ان فيه عجلة موجودة بتاخدها بتعمل لها كارت وتاخد العجلة تروح بيها تتمشى الحد مشوار وترجع خدمة طلاب الجماعات خلاص بتطبق في مصر ده اللي فوقيت بيه هل فيه بعد الدول برضو بيبقى فيه جراجات جنب محطات القطار الرئيسية عشان تركن عربيتك تاخد القطر تروح وترجع وده موجودة وده موجودة هم طب ايه اللي هيحصل لمنظومة نتكلم برضو ايه اللي هيكفي بداية اللقاء خالص ذكرت انه السكر الحديد المصري اتظلمت يعني الحقيقة هي يعني جهة عريقة جدا واشتغلت لسنين طويلة ولكن طالها من ما طالها من اللي حصل يعني مش هنجيب من الماضي للقليم ايه اللي هيحصل لها بعد وجود شبكة شبكة القطارات الكهربائية هلها تندثر خالص خلينا نتكلم بقى بشكل اضاق ايه اللي هيحصل لها بعد الدخول في شراكة مع مستثمر بهذا الحجم بهذا الفكر باستخدامه للتكنولوجيا دي بالتأكيد هيأثر في نظم العمل كلها طول ما بيخش معك مستثمر بين الخبراته لما بين الخبراته بين الخبراته على طريقته واحنا عندنا مرونة يعني العامل الموظف المصري عنده مرونة وشاطر فلما بيلاقي سيستم بيقش جواه هتقابل بقى اللي هو فكرة الريزيستنس او مقاومة التغيير دي هتمر في البداية ولكن اعتقد ان ده هيأثر في نصهم تشغيلنا للنقل بما ان الخطوط القديمة كلها الخطوط القديمة مش هتوقف احنا عندنا كم خطوط بتادت تتفتح كواصلات يمكن الوصلة الاخرانية اللي وصلة للميناء الجاف في 6 اكتوبر ده في حد ذاته حيبقى نقلة كبيرة انت بتنكلم في كل الشركات والمصانع اللي في منطقة 6 اكتوبر المناطق الصناعية بيبقى نفسه يفرج عن بضاعته بدل ما يروح يستنى في الميناء عشان يبتدي يفرج عن بضاعته لا احنا البضاعة بناخدها من الميناء نحطها لجوال ميناء الجاف وتعمل افراج جوال ميناء الجاف عن بضاعته او كمان الصادر عايز تصدر روح حط حكتك جوال ميناء الجاف تخلص كل اجراءاتها يبقى العربية دخلة عشان تاخد البضاعة اما تحركها بري او تحركها الاقرب ميناء خالصة فاحنا عندنا دلوقتي نهضة كبيرة في الميناء الجاف هل سيستم الادارة يعني الشركات المستثمرين اللي داخلين داخلين ايضا في تغيير سيستم الادارة لان ده برضو كان ايه الاتفاق الاتفاق كان ادارة فنية بالنسبة للخطوط الجديدة اللي هتركب دي الادارة الفنية الفنية يعني تشغيل كهرباء كل التكنية ثم الجزء بتاع الادارة الفنية لنقل البضاعة من خلال المستثمر الرئيسي ده هيخش عشان ينقل البضاعة على طريقته سيستم بتاعه هتفرق معنا كتير ليه احنا ما عندناش البودجت اللي تخلينا نقدر نقول ان فيه الادارة التجارية اللي هي المسؤولة عن النقل البضايع في السكة الحديد ما عندهاش بودجت للإعلانات ما عندهاش بودجت ماركتين ما فيش ادارة التسويق وادارة الكلام ده كله احنا بنتكلم على ان احنا السكة الحديد اللي بيعوزنا بيجينا وفي نفس الوقت احنا مطلوب مننا كسكة حديد ان احنا نوفر قاطرات عشان تجر حاجات كتير جدا معتمدة تماما على السكة الحديد يعني انت بتكلم في كل قصب السكر ناجع حمادي معتمد تماما على السكة الحديد وقطر السكة الحديد بيخش المزارع بيلم كل ناتج المزارع يصل الى المصنع واده قطر يعني معروف ومشهور جدا نفس الشكل بالنسبة لسفاجة ابو طرطور او مناجم الفوسفات في سفاجة او ابو طرطور النهاردة بتطلع مننا سفاجة دايركت السؤال بقى هل انت بيبقى عندك الاتاحية انك تسحب تاخد جرار كان شغال لخدمة الركاب عشان تاخده تحركه على السكة عشان يروح ينقل بضايع من سفاجة هتبقى الاولوية ايه كانت الاولوية دايما بتبقى اولوية الركاب لكن النهاردة معوجود اتاحية هي دا مكاية مشكلة السكة الحديد الفرق ما بين الريالابيليتي والافيليابيليتي الاتاحية والمتوفر الاتاحية بقت موجودة بقى عندي متاح وفي نفس الوقت بقى عندي خطوط اللي انا متوقع ان احنا في يوم من الايم هنوصل لخطوط سبتة بمعيد نقل سبتة يعني ممكن حضرتك تبعارف ان في قطر هيطلع بكرة الساعة تمانية الصبح طالع سفاجة قطر بكرة طالع اسوان زيه زي معايد المراكب زي معايد الطيرات كويسا وده هيحصل وده هيحصل وخلال زي ما حاجت بتقول يعني خلال نقول الخمس سنوات القادمة ان شاء الله خمس سنوات القادمة بس هتبقى العبء اللي علينا كمصريين هو تجهيز المحطات بما فيها بقى الهاندلينج اللي هي معدات المناولة والتداول احنا بقى محتاجين معدات المناولة محتاجين كرين محتاجين حاجات كتير جدا للنقل محتاجين على الاقل نوفر معدات لللي بيطلق عليه الليكوت بالك او الصب السايل او دراي بالك الصب الجاف لان احنا عندنا حبوب وغلال وعندنا حاجات كتير اوه ممكن تتنقل بس هل ده صعب علينا يعني احنا عندنا برضو خبرة او خبرات في عدد من الشركات معقولة لا بأسة بها واحنا عندنا خبرة محنا مقلناش حاجة احنا جات مشكلتنا كلها الاتحية الاتحية عندي نقل وعند بضع مستنية وعند عربات نقل لكل حاجة بس هي المشكلة في ايه ان هل انا كان عندي الجرار اللي ينقل ولا لا ثم حتخش بقى تقنيات جديدة ابتدت او هي ظهرة بقالها فترة يعني اللي هي بيسموها كانجرو او بيجي باك كلمة بيجي باك ده كلمة ظريفة قوي ارجو ان حاجةك بيجي باك اللي هو بتشغل عدد اه 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 هي نفس الفكرة ان العربية حضرتك عايز تنقل بها اسوان بعربيتك النقل بتاخد العربية النقل وطم طلعها فوق السكة الحديد اه اوك 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 زي الفيريز اللي بتعدي ولما توصل للسكة الحديد لما توصل للدستينيشن تنزل طريقتين واحدة اسمها رابت واحدة اسمها كانجرو الرابيت انك تطلع العربية بالرأس بتاعتها الكانجرو انك بتطلع العربية بدون الرأس ولما توصل للدستينيشن رأس الانسحاب احنا بشغالين بيه بس برضو الاتحية اللي خلانا نقول ان كل شيء متاح هو توفر قدرات جر وجرارات وسكة حديد قدر على الخدمة وقدره في نفس الوقت على التتبع واستخدام نظر الاشتراك مرسي يا دكتور عماد معاليش احنا وقتين انتهى بس يعني انت عارف كالعادة يعني حلقتك مفيدة لله انا بسعد بوجوده يا فندم الله يكريم اكتعبناك معنا النهاردة الحقيقة ولكن يعني كعدته استاذنا طبعا الاستاذ دكتور عماد الساعي اتكلم بمنتهى التفصيل حول منظومة النقل بشكل عام طبعا يعني اتكلمنا بالاخص على النقل الكهربائي والتطور اللي حصل في مصر خلال السنوات نقول الاربعة الماضية ومنتظر نتائجه نشوفها خلال الثلاث اربع سنوات القادمة نشكره شكر جزيل للغاية استاذنا الاستاذ دكتور عماد الساعي استشاري التخطيط الاستراتيجي واللوجستيات والمحاضر بالاكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحري نشكرك صديقي المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس اشتركوا في القناة